بدأت تنحييض حواجي وتنحييض الفؤولارة و اطلقت شعري و بدأت تنشطح السلام عليكم معكم نايمة أنا بنت العربية والدين ديالي صعب بزاف بالزز بشيء قرأت من الحق الباك كان ضروري باش نمشي للمدينة نكمل قرايتي وبالطلاب وبالرغيب باش خلاني يبوا نكمل قرايتي حيث كان ناوي يعطيني لولد عمي ولد عمي كان فلاح و ما كانش عندي معاه ما تنحملوش من اللي تقولوا لي يغتا خديسي محمد تنكحل بالعمى انا كان عندي طموح كبير كنت بغنقرأ وبغنوصل وبغنفرض الوجود ديالي وهذا الشي اللي خلاني متشبتها بالقراية وترهب ونطلب باش نمشي نكمل قرايتي فلافاك وفيعل انا مشيت وسكنت في الحي الجامعي و ما نقول لكمش الخلعة فيا لانني غادل واحد العالم جديد وبعيد على دارنا من اللي وصلت للحي الجامعي لقيت البنات ماشي بحد النوع ديالي البنات متفتحات بزاف وعايشين الحياة اما انا كنت من اللافاك الحي ومن الحي اللافاك مثل ماشي لها و لها دايرة بحسب الوالدين ديالي صعاب واصلا كنت نية وداخل سقراسي وعندي هدف واحد هي قرايتي كانوا معايات لا تدين البنات في الشامبر تيقولوا اللي بلا طير ولا نطير صعبات بزاف ومطورات انا بالنسبة ليهم بحل شي وحدة جاية من الاهد الحجاري تيقيلوا يقشبوا علي تيقولوا لي بحالك ما بقعوش على السامة حيث انا ما تنخرج ما تنضرج قال صغير في الشامبر تنقرأ قرايتي وكتم هنياهم من الطياب ومن الغسيل الماعن ومن التصبين للحوايج كل شي تنضيروا انا حيث هما من اللافاك تلبسوا حوايجهم وتخرجوا ما تأتيوا حتى ال 12 من الوحدة الليل كانوا مفاهمة مع العساس لم أعرف كيف تنضيروا معه تيدخلوتي ويبعتوا في الحي الجامعي بحالي مكينة تحاجة يوميا وانا بالنسبة ليهم وحدة متخلفة ما عندهاش العقلية دي الولاد اليوم انا ذاك شي كان مسلكني حديرا بحساب الوالدين وكما قلت لكم عندي الهدف حطه قدامي ولكن شكولي خلاك بنت الحرام تابعينك في كلها قمت كانوا تقيلوا يعمروا فيا تقولوا لي الحمقى دابا وش باك مهاك وش امك مهاك وش خوتك مهاك ما معك تا واحد عيشي حياتك والقراية احنا كنا تنقراوه ما ان احنا تنتفلاوه ولكن انا ذاك الهدرة كانت تدخل من هاد الودن وتتخرج من الودن الاخرى حتى النهار اللي اعرضوا عليها لوحد العيد الميلاد وظهروا فيا قالوا لي يا شوفي بزاف هاد الشي انتي قع ما منساج ما معانا خسكي تخرجي معانا وتدخلي معانا ودابا احنا البنت عندها عيد الميلاد كل شي غا يمشي الا انتية قلت لهم فين غديروه قالوا لي غديروه في واحد القهوة قلت لهم ملكتو غديروه في النهار غادي نمشي ولكن في الليل خسي انا ما نقدرش نمشي معاكم بقرز يضحكوا عليا قالوا لي وش كين ينشي عيد الميلاد في النهار احنا بغينا تنكملوا لافاك ونكملوا قرايتنا وعاد نمشي وفي الليل نصاره تنعقل كان السبت وبقىوا عليا وبقىوا عليا حتى قبلت ولكنني قلت لهم الشرط نمشي معاديك الثمانية والعشرة نرجعوا في حالاتنا انا ما نقدرش نفوت العشرة قلتوا يضحكوا عليا قالوا لي العشرة احنا رعاد غا نمشيوا المهم بقىوا يضوخوا عليا تدوني معاهم وقبل ما يدوني قالوا لي شوفي لبسي شي حاجة زوينة دي العيد الميلاد لدي اللبسي ربحة لداخل الإدارة بقىوا يضعوني في السراول وفي الحوايج وفي المنطوات ويقولوا لي اختاري اللي بغيتي ما نكذبش عليكم لبست واحد السرواء العجبني ديال الجين ولبست واحد تونيكا معاه ديالهم اما انا رعندي ثلاثة اللبسات محسوبين محترامات ما تنزيد ما تنقص عليهم المهم لبست داكل الباس وجاني زوين ودرت الفولارة ديالي وقلت ما فيها باس نمشي نفوج معهم وندير الواجب لتألم شي عيد الميلاد ديال صاحبتي وتنعرفها يعني ما فيها التى مشكل ايوه مشينا مليلحقنا لديك القهوة قهوة في شي شكل دايرة معلي هالصيفة ديالقهوة من بعد عدا نعرف بأنها ذاك رهبار دخلنا وكننا احنا بزاف بينا ملي دخلت بقيت كلي تنقف قف جاءتني الخلعة وبحلعات رجع علي النادم قلت نقول لي ايش خرجني في هذا الوقت عرفت وانا غير شدة ضلمة تخلعت قلت نتفكر غير في الضبط وفمي ناريلا شافوني في هذا الوقت خرجة في الزنقة وهكاك قلت ما شي مشكل غندوز معهم هاد الليلة باش مكان غير دازعي الميلاد وبدأ الشطيح والنشاط وانا قلتها في بلاستي ما كدبش عليكم ما نط ما تحركت حتى اعطوني شي حاجة شربتها ما عرفتها شنو هي ضغط ما بقيتش تنقشع قدامي وليت محييها تنحيد في الفولار وتنطلق في شعري وتنحيد في تيونيكة كيلو وليت محييها وليت محيية وانا حاجة برصي وليت من تقوله باقة وليت أنني مرفوعة ونشطت ما الذي أعطوني؟ أعطوه لي في ذلك الكاس الذي شربته صافيت بما كفين تبدلت حياتي 360 درجة تصوروني بثافة التصاور ومن بعد ذلك التصاور أو في الواتساب كلها لديه التصاور ومن بعد ذلك محتار مراسي ودخل سوق راسي وعندي واحد الهداف خرجوا علي البنات ودمروا لي مستقبلي والذي تقول هذا التصاور أدني يوصلوا لبا ويوصلوا لخوتي صافي ما بقيت تنتيها لفقرايا لفواله والذي تنفكر غير كيفاش غندير مع الواليد ومع الوالدة ومع عائلتي ومع أولاد عمي ومع أمامي أريد أن تسطى كيف سوف نجيب هذا التصاور؟ يمشيوا من واتساب إلى واتساب صافيت بما كفين كانت تتقى القادية بالنسبة لي لم تكن أفكر في القراية والذي تبقى أن أرجع لدارنا وذلك الشيء الذي كان أرجعت لدارنا وحبست القراية لأنها تشوهت بزاف والهدرة غير عالية أنا والذي تبقى أن أرى شي وحدين مجموعين تقول علي وشكوهت بشكل شيء؟ الله أعلم لأننا كنت تاريين وشكوهت بشكل مشروب؟ الله أعلم كنت تار هل يمكنني أن أقف هذا ونقول لي أنت في الأول لم تصحاباتي معين ولم يقالوا لي نرى ما لدينا شيء حالفوا لي في المصحاف ولم أعرف كيف كان يداري بهذا المهم رجعت لدارنا وحبست من القرايا بعد ما كنت متفوقة في القرايا ديالي والتي تخايفة تصاوري وصلوا لعدنان هنا العربية والتي تخايفة من أخوتي اللي يلقاهم في الواتساب ما بقيتش حاسة بالآمان تصافي دوز الشهر الأول وشهر الثاني هم يجيوا دار عمي باش يخطبون يلسي محمد والد عمي اللي مكتش تنحمله ومعك انت بقى في الخلعة لتصاور قلت اش غندير غادي نقول هلسي محمد باش تايلة وصلوه يكون صايق الخبار قلت له شوفها والد عمي اللي كنت نقرا فلافاك راهاشنوق عليا واشنوق عليا واشنوق عليا انا قلت سعمر ما عتيب غيني ما غايقول التحاجة ساعة والد الحرام نبدار لي واحد شوها قالها الواليديه وقالوها الابا والخوتي والامي عرفتي ابا كان غايتسطى جاب غا يقتلني قلت له شوف قبل ما تقاسني ها علاج قلت له علاج قلت له قال يقولي علاج قلت له اشتي انسي محمد عمرني ما بغيته وهذا الشي لاش قلت له هذا الهضرة باش يبعد مني حيث انا ما بغاهش وما عمره سيكون لي يا راجل قلت له في خاطري يا الكلب انا ارضيت بالهم والهم مرضى بيا انا سع ما بغيت نديرك راك راجلي وحبيبي ونعود لك سري وانتدرت لي هذا الفرشة وانا اعرضها لك في حنكك ايوه شد وخبقتني بالعصى ولكن بحل يقتانع قلت لي شوهتي راسك قلت له انا مهم ان اخذني اسي محمد لا نكذب عليكم طلع واحد والد الحرام منه مكاين بدأت يزيد ويعيد في الهضرة ايوه وصافي فركتنا هذه الخطوبة مكان والغ ماد زوجت مواله بولد عمي اصلا ما كانش عندي معاه كنت بغى غالبق به ولكن الحمد لله من اللي تهنيت منه دوزت ذلك العام في دارنا وحسيت بالقضية تصاور بردات وانا نقول للوالد صافي بغيت نرجع للقراية فالاول ما بغاش قال لي مكاين لا قرايا لا والو ايوه بقيت نرغبه امي مسكين نتائياتها ترغبه ايوه تقبل وقال لي يا واخا احنا عانشوفوك شغديري في القرايا عاود قرايا شوية ورجعي لنا قلت له والو والد ما غلنا نرجع لك حتى نرجع بالوظيف ديالي وفعلا مشيت عاود وتقيت طفلافاك وبدت تنقرأ ولكن مشيت وحدة اخرى ما شديك لتتعرفو عرفت الصحابات اشنو تيسواوا وعرفت البنات اشنو تيسواوا والديب ما تدوز عليه غير مرة واحدة قضيت لاليسونس ديالي وقضيت الماستر ديالي وتوظفت وقضيت بوست مخير الحمد لله ولكن ذك الشي اللي داز علي ما عمرني ننساه وما بقتش عندي التاقة في التاوحدة ايه صداقة كاينة ولكن خاصك دي ما تكوني رد بالك بنادم ما تتعرفيش شنو تحت راسه وهدي هي قصتي مع الصحابات وهدي هي حكايتي وإلى عجبتكم قصة اليوم ما تنساوش تدعموا القناة ديالنا بالاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ودمتم سالمين